إنه الغلط على مين؟ على ميرفت ولا على أهلها؟ أهلها رقم واحد مجتمع رقم واحد المجتمع رقم واحد وهي 70% متخيلة؟ الترتيب غريب بس دايما بنقولك أنت نتيجة 5 أشخاص حولك يعني أنت كسيلي أنت نتيجة 5 أشخاص حولك هم بيسابورتين إزاي؟ بيدعموك إزاي؟ بيقولولك إيه؟ واخدينك في أي تراك مين هم الخمس؟ الأقرب خمسة لك أعرب خمسة لك في حياتك ها يعني الأم والأب والأخ؟ أيا كان على فكرة ممكن ما بيقاش الأم خالص والأب ممكن يبقوا صحابك الخمسة اللي حولك يعني أنت تشوفي صحابي تقولي دول شبهي أقول هم دول اللي بيزقوك أني كنتي تنجحي أو بيزقوك أني تقعي دايما بقول كده أو أنهما دول شبهي لو هما مشين يمين يبقوا شبهي السابورت سيستم هي دي هي مش غلطانة وهي لحد أول سنة جايز لأن إحنا بنقول بعد 21 سنة أنت بلغت وصلت من فكرة أن البلوغ أو النطج النفس الكامل فأنت مسؤولت لي على قرارك خلاص يا حبيبي ما ترميش بقى ما ترميش مشكلتك على حد خلاص كبرت 21 سنة أنت بقيت عارف الصحة من غلط إيه سيتكتك بابا 18 سنة برضي ما لو تلك هي مش غلطانة لحد ما وسط 21 سنة خلاص كده مكنت خلاص لبسة ببنتين جميل أطلع إزاي وانا معاي عيال يعني إيه ما هي دي بقى الجمع بتعزينا نروح فين ما هياخد عيالي مني هي اتصرفت قراردي هي قراردي اشتغلت هي قراردي وقفت عجليها هي قراردي اتصرفت بس أنا بحبه بغيرها علي ده مش حقيق مش شايفة غيره هقولك على حاجة الفكرة الحب دي دي يعني موضوع مزيف موضوع حب هي فهمة إزاي هو موضوع ضعفة مش حب هي مجتمع أو مجتمع ما هو مفيش comfort zone أصلا لا أنا تعلقت بي أنا مش أجرب حد تاني اللي نعرف أحسن ما ما عرفوش يرحال خليني أقولك بيسموها بقى كده عندهم comfort zone أنا مرتاحة كده مرتاحة هي مش مرتاحة هي هو كان فيه ضرب فيه إهانة فيه بس مش هينفع سيبه ورح لغة التانية طيب خليب عليك يا بكرة ما قلتش كل حاجة بملاسب لأن آه طبعا فيه تاني لا فيه تاني طبعا في أكثر من اللي بيحصل ده آه ممكن تسأل بناتها هي ممكن تتفاجأ ببناتها هيقولي لحاجاتي ما تعرفهاش من باباه أوكاي لأن المضمن غير رواعي تماما لتصرفاته ما بيشوفش إن ده بنتي ما بيشوفش إن ده أبويا ما بيشوفش إن ده أبويا ما بيشوف ده أمي تسألك على السؤال ده أنا مش فارق معي أي حاجة دانية هو فعلا ممكن ما يشوفش إن ده بنتي خلص فممكن يسرق بنته والعيال دول يتقزوا بسبب باباههم في يوم الأيام بعد 21 سنة هي قزت عيالها وقزت نفسها يعني ممكن يشوف بنته حد تاني ممكن يشوف بنته حد تاني ممكن يسرق بنته ممكن يسرق مامته ممكن يسرق باباه ممكن يقتلي حانا اكتفي بالسرقة حانا اكتفي بيها أوكاي فهي حاجة كتير قوي هي ماريتهاش عشان برضو خايفة من عتاب المجتمع لي فالمجتمع رقم واحد لأن الأهل فكرة الطلاق بالنسبة لهم مرفوضة ليه يعني ليه لا احنا أغلبية المجتمع عندنا فكرة الطلاق بالنسبة لهم مرفوضة لأنه عايز الناس تتكلم علينا انت عارف عني مطلقة يعني تخرجي بحساب وتمشي بحساب مالكيش خطوبة لو عرفتي حد انت عايز تفضحينها مقاتي معاكي عيال مين هاردة يتجوزك أصلا وانشلتك تقيلة كده أنا بدلا ما أسألها بقى هيت تطلعي أو لا أنا عايزة أسألها مكملة ليه أصلا من الأول كملتي ليه عشان المجتمع بيقولك لا أعملي كده فأنت سمعت الكلام فاشيلي لا هو مبتلى حرم دايله حرم عليك دا هو مبتلى هي دي بقى الفكرة يا جماعة الإدمان مش ابتلاق دا مرد جماعة ما تتعاملوش مع المرأ الإدمان دا على أنه ابتلاق يعني ربنا يعني دا مش سوفينيا ولا أنه يبقى عندهم في صام دا مرد لازم يتعالج ما يقولوش فيش حاجة اسمها ادعيله كانت قيلة أن أهلها وأهله ادعيله ادعيله بقيله حيث دا لازم يروح يتعالج فين بقى بتقولك أهله وأهله وأهله وقفينه وقفين فين حيث دا يتشال هوبه يروح على المستشفى ومساحة يتعالج موضوع ما فيهوش سنة دي تاني وعلى فكرة الدولة بتعالج الإدمان من غير كوست من غير تكلفة إلى حد كبير فلأ فيه أماكن كتيرة ممكن تعملي دا ففين سبورت الأهله همه بيقولك برافو عليك يا كامبيلي وشيله على كتافك بس يقولك خلاص يا ميرفا تستحملي أنا عارفة يا بنتي اللبني مثلا كذا وخلاص أنت يستحملي بس هو فيه ربط ما بين المدمن والضرب المدمن والخيانة المدمن وأنه يهاتي فلوس وأنا هبس أددهم لأ كل دا بصي دا كل سلوكيات ABC برضو إدمان ما إحنا عندنا وحد غير واعي عنده العقل الواعي بتاعه مش موجود ما ممكنش بيدربها في الأول بتصرف لأ بيدربها من الأول من أول سنة ولو راجعناها هتقولك كان بيدربها أوكي هي قالت أنه بيدربها أول ما جابت التوقع ما أنا استغربت لأ حتى أنا حتى أقربت الساكزة مرة هي بتقولك بعد خامس عيل فكرة كلها أن هي مجبرة على الوضع دا لأن كل الكميونيتي اللي حولها فين العشرة حالك تتكلميني عليها مع العشرة إيه العشرة هي العشرة الجميلة عشرة شخص إيه رحب كل دا وإيه دكتور العشرة الجميلة يعني عشرته معيك إن إحنا مننا خير وبننا مودة دا الجواز بيكلم عليكي واحدة وبيضربك ومدمن ومش خايف على عيالك وبيخليكي تستلفي من الناس وتسديهم أنت السند والضهر فين اهو فين قوليلي فين إزاي كده بلأ هي طبعا عليها عليها لون كبير جدا وأنا أصلا بمفروض أن أوتوماتيك أقولها أنت مش محتاجة تسأليني أو تسألي أي حد اشنا عملنا ما قلنا لحد يتطلق بس في حالات دي ما ينفعش هي لو عايزة تحافظ على اللي باقي أو تسألي أيضا